ترجمة نانسي قنقر في مدرسة الحد العدادية للبنات طلع الوزير على البرامج الالكترونية المستخدمة لتفعيل هذا المشروع بل هذا المشروع وحضر عددا من الدروس التطبيقية للمناهج الدراسية باستخدام اجهزة الايفاد ونظام التصويت الالكتروني واتفقد مركز التدريب على استخدام التقنية في التعليم والمعارض التي تتضمن الممارسات المتميزة في المجال الالكتروني ومختمر العلوم الافتراضي كما استمع لأرائي الطالبات حول الفوائد التي عادت عليهم جراء تفعيل هذا المشروع الرائد الذي يتيح للطلبة استخدام برامج متعددة في مجال الحصة الدراسية وبهذه المناسبة اوضح الوزير ان الوزارة تعاونت مع كبريات الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصال للاستفادة من امكانياتها وخبراتها في هذا المجال عبر اعداد الطلبة والمعلمين والعملين في القطاعات ذات العلاقة من اجل اكسابهم القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلوماتي والاتصال في التعليم أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في المشروع مهم جدا وهو التمكين الرقمي بعد أن تم ولله الحمد تعميم مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل لقد بدأنا من الفصل الدراسي الاول في تهيئة البنية التحتية لهذا النوع من المنظومات الالكترونية من خلال التعاون مع شركات عالمية في مجال تغنية المعلومات قمنا بتدريب الأخوان في الميدان بحيث تستطيع المدرسة بشكل عام أن تعمل وفق آلية واضحة تتيح لأبنائنا الطلبة الاستفادة القصوى سواء من حيث اعداد المادة العلمية أو الإجابة عليها أيضا من خلال استخدام أكثر من برنامج من خلال الأجهزة المتطورة فبالتالي هذا يفتح مجال أكبر لأبنائنا وبناتنا الطالبات حتى يستطيعوا أيضا إيصال المعلومة فهم المعلومة أيضا والإجابة عليها بأكثر من وسيلة في الواقع خلال الجولة تضح مقدار الإلمام الأخوة الزمالاء في وزارة التربية والتعليم بهذا المشروع وكذلك مدى استجابة الطلبة والطالبات التي تعبر عنها التقارير التي نستلمها من هذه المدارس هذا يؤكد أن وزارة التربية والتعليم وللها الحمد بفضل الدعم قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها مستمرة في التطوير حتى نرتغي بمخرجات التعليم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة